دعوتنا إلى الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على السراج المنير المبعوث رحمة للعالمين قال تعالى في سورة يوسف قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين على ضوء هذه الآية الكريمة قمنا ندعو إلى الله بصورة تدور حول النقاط التالية أولا تعريف الناس بكمال الله تعالى وبيان رحمته بعباده وعدله في خلقه ورد كل ما علق بالأذهان وما دار على الألسنة مما يتنافى مع العدالة والرأفة والرحمة وسائر الكمالات الإلهية ونبراسنا في ذلك قوله تعالى وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَيْهِ عَلَيْهِمُ أَلَّذِينَ هَدَى اللَّهِ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ ثالثا الدعوة إلى التمسك بأهداب الشرع الشريف وتقوى الله حق تقاته مع تحذير الإنسان من أن يتبع نفسه هواها ويتمنى على الله الأمان راجعين إلى قوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان رابعا إرشاد الناس إلى خطوات الإيمان الصحيح وفق ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام أخذا عن كتاب الله إذ ما من امرئ خالطت بشاشة الإيمان قلبه إلا استقام على أمر الله وكان له رادع من نفسه وقد أشار تعالى إلى ذلك بقوله الكريم ومن يؤمن بالله يهد قلبه خامسا توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وبيان شأنه العالي عند الله ثم الإرشاد إلى طريق محبته صلى الله عليه وسلم وبيان ما تثمره محبة تلك النفس الزكية الطاهرة من إقبال بصحبتها على الله والصباغ النفس المؤمنة المستشفعة بها بكمال من الله تأسيا بقوله تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وقوله سبحانه قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين تلك هي لمحة وجيزة عن مبادئنا ودعوتنا نتقيد فيها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا نحيد وقد أحببنا في هذه الرسالة أن نتكلم عن زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثر محبته في رقي النفس المؤمنة ومن الله وحده نستمد العون والهداية والتوفيق الله وحده نستمد العون والتوفيق والتوفيق شكراei ترجمة نانسي قنقر